اتهمت قوات البشمرك الكردية تنظيم الدولة الإسلامية بالمسؤولية عن تفجير دير للرهبات في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى شمال غربي العراق وقالت مصادر الكردية إن عناصر التنظيم فجر الدير بعد إخلاقه مما ألحق أضراراً بالمباني المجاورة كما شن التنظيم هجمات صاروخية على مواقع أمنية تابعة لقوات البشمرك في بلدة تلسقف التي تقطنها أغلبية مسيحية شمالية الموصل وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المقاتلين الأكراد